أعلن التحالف العربي عن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة وأوضح التحالف أن الضربات الجوية على صعدة أسفرت عن تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة فيما أشار إلى أن العملية في صنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية وأكد البيان أن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية